اشتركوا في القناة الله في رموز تظهر في المنام تبشر الفتاة العزباء بزواج عن قريب ان شاء الله سواء شافت الرمز ده الفتاة نفسها او شافت الرمز ده امها او اختها او اصدقائها او حد من ارهابها طبعا الرموز دي كتير جدا وفي بعض الرموز بتشير فعلا الى الزواج والارتباط ان شاء الله وفي بعض الرموز بتشترك فيها بينها وبين المطلقة لان الرموز دي بتدل على الزواج عموما هنتكلم عن الرموز دي بالتفاصيل ولكن قبل ما نخشف تفاصيل الفيديو احببه لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشارات ليسركم جميع فيديوهاتنا باستمرار واي حد عنده رؤية او حلم وحبيب يفسرها ممكن يكتب تعليق اسفل الفيديو واحنا ان شاء الله هنرد عليه ونتوصل معاه في اسرع وقت ممكن اول شيء اخواني عزاء من علامات الزواج ان شاء الله او علامات الارتباط رؤية الفتاة العزباء لشخص مجهول في المنام طبعا الفتاة العزباء لو هي منتظرة زواج او بتفكر في موضوع الزواج ورأيت في المنام شخص مجهول وهذا الشخص هيئة حسنة وطبعا مفهوش عيوب خلقية ولا شيء فدي اشارة الى ارتباط عن قريب ان شاء الله هو اشارة الى زواج ان شاء الله الرؤية التانية انها تشوف شخص محبوب لها الشخص المحبوب لها ده مش معنى ان هي مثلا شخص بتحبه او شخص متعلقة به لا شخص محبوب لها يعني شخص من قريبها ممكن ولدها هي بتحب ولدها بطريقة كويسة فطبعا تشوف المنام دي بشارة لها كمان بتحب خالها بتحب خالتها بتحب صديقة لها وشافيتها في المنام فدي بتبقى بشارات لها لان الشخص المحبوب رؤيته كويسة يعني انت بتشوف شخص انت مرتاح له في المنام انا بشوف فلان ده عشان انا بحبه مثلا بحبه في الله مش شرط ان احب مثلا زواجه الكلام ده ولكن انا بشوف الشخص اللي مرتاح له دي بشارة دي اشارة تدل على خير ان شاء الله وتدل على ارتباط للفتاة العزباء يعني لو الفتاة العزباء هي اللي شافت الرؤية دي لنفسها فده ارتباط كذلك الامر لو مثلا واحدة شافتها لاختها وشافت شخص هي مرتاح له كده فدي بشارة ان شاء الله وتيسير الاحوال باذن الله كمان اخواني العزاء رؤية عقد الزواج لما نشوف عقد الزواج في المنام نعرف على طول ان ان شاء الله دي بشارة بالزواج وده رمز مهم جدا بيدل على ارتباط او زواج عموما مش مش شرط للفتاة العزباء بس ولكن بالفتاة العزباء وللمرأة المطلقة كمان لو رأيت المرأة المطلقة ان هي بتشوف عقد زواج في المنام ده علامة على زواجها على طول ان شاء الله والفتاة العزباء لما تشوف ان هي بتنضع على عقد زواج او رأيت عقد الزواج موجود قدامها او صيغة عقد الزواج او مثلا كمان لما اه شخص مثلا ابو الفتاة او والدة الفتاة رأيت نفسها ان هي بتوقع على عقد زواج فدي بشارة للابن او البنت يعني بشارة لابن او بنت يكونوا في سن الزواج يعني دي ان شاء الله بشارة لهم بالزواج عن قريب بازن الله تعالى اه كمان اخواني العزاء رؤية المناسبة في المنام يعني هي المناسبة في المنام يعني مثلا في مناسبات سعيدة اعزاكم سعيدة وفي مناسبات حزينة اعزاكم ببعض طبعا اه هي عزاء او فرح مثلا الاهل المجتمعين يا اما مثلا في عزاء يا اما في مناسبة سعيدة فرح مثلا سبوع اه طهور الحاجات دي فطبعا رؤية الاجتماع الاهل عموما دي بشارة ان شاء الله بخير وبفرحة قادمة ليه الشخص اللي يشوفه الرؤية دي طبعا لو الفتاة العزباء هي اللي شافت الرؤية لنفسها دي علامة جميلة جدا ان الفتاة دي هتحصل على ارتباط عن قريب او في حاجة كويسة لها ان شاء الله في الايام القادم كذلك الامر اخواني العزاء رؤية الادوات المنزلية في المنام يعني هي الادوات المنزلية يعني الادوات اللي بتشتريها العروسة وبتجهز بيها نفسها اه تطقم الصيني واتقم الاركوبال والملامين والحاجات دي طبعا اه الفتاة العزباء لما تشوف نفسها ان هي بتشتري الحاجات دي او بتشوفها في المنام عموما دي بشارة لها وحاجة كده بتبشرها ان ان شاء الله في ارتباط عن قريب وانها هتشتري الحاجات دي فعلا وانها هتزوج بازن الله كمان رؤية ان هي بتطبخ في الاواندية او بتاكل في الاواندية اللي هي الحاجات دي دي اشارة جميلة جدا لارتباط والزواج ان شاء الله يبقى كده رؤية الادوات المنزلية دي من الاجمل الرؤية التي تشير الى ارتباط للفتاة العزباء وكزلك الامر لو مرأة مطلقة ورأت نفسها ان هي بتنظف الادوات المنزلية يعني هي بتنظف الادوات المنزلية يعني هي بتشوف نفسها ان هي بترتب الادوات بتاعتها بتغسلها اه فدي ممكن اشارة الى رجوع والله اعلى واعلى. ايضا اخواني العزاء رؤية ركوب الحصان. ركوب الحصان اتكلمنا عنه في فيديوهات كتيرة جدا ولكن في حالة الفتاة العزباء ركوب الحصان هو ارتباط ان شاء الله. والحصان ده هو عريس لها ان شاء الله. آآ لما نشوف نفسها ان هي بتلعب معي او بتركبه في المنام دي علامة جميلة جدا على ارتباط بازن الله تعالى. كذلك العمر اخواني العزاء رؤية الانوار في المنام. آآ النور او الانوار مثلا انوار كتيرة وانوار مبهجة وحاجة كويسة مثلا كده. في ناس بتشوف الانوار دي انها آآ كزا نور مثلا اردر واصفر واحمر كل الالوان دي مجتمعين مع بعض وبيضيقوا في مكان واحد مثلا او بالترتيب زي ما بيشوفهم في الافراح والحاجات دي. فطبعا آآ دي علامة مهمة جدا ودي بشارة للفتاة العزباء لما تشوف الرؤية دي لنفسها. كذلك العمر لو واحدة مسلا شافتها من اصحابها او حاجة وهي وشافت آآ اللي وسط الرؤية دية الفتاة نفسها فدي بشارة لها آآ بشارة بفرح وبشارة بارتباط ان شاء الله. آآ كذلك العمر اخواني العزاء رؤية جميلة جدا من افضل الرؤى اللي ممكن تشوفها الفتاة العزباء رؤية اكل الفواكه. رؤية الفواكه اخواني العزاء او رؤية اكل الفواكه دي حاجة كويسة جدا في المنام. وتبشر الفتاة او المرأة اللي هي المطلقة سواء مطلقة او مرأة او فتاة عزباء. بيشوفوا الحاجات دي دي علامة على زواج ان شاء الله. وانهم هيسمعوا اخبار حلوة في موضوعهم. يعني انا ما انتظر موضوع مهم. او موضوع ده شغل بالي بكتير يعني بفكر فيه كتير. اللي هو زي موضوع الزواج مسلا. وانا فتاة عزباء ورأيت نفسي ان انا مثلا باكل فواكه في المنام او في فواكه كتيرة في المنام قدامي. اه دي اشارة جميلة جدا ورمز مهم لازم نخلي بدنا منه ان هو بيدل على الارتباط او الزواج. كذلك الامر للمرأة المطلقة دي رؤية جميلة جدا وبتدل على الزواج ايضا او اصلاح الاحوال واصلاح المشاكل. لان الفواكه من اجمل الاشياء في المنام الفواكه. الفواكه كلها حاجات مباشرة جدا وحاجات يعني بتدل على اموال وبتدل على زواج وبتدل على صحة وبتدل على صفر بتدل على اخبار مفرحة واخبار الناس بتسعد بها ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعارات. يسركم جميع فيديوهاتنا باستمرار. شكرا لكم على المشاهدات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.